النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخميس السابع من آذار للعام 2024 نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر البلاد بالتأثري بشكل ضعيف امتداد ضعيف لمخفض جوية متمركز في أجواء البحر الأسود كان قد أثر على المنطقة بامتداداته على شكل أجواء ماطر على المناطق الساحلية امتدت خلاله باتجاه المناطق الداخلية تستمر تأثيرات هذا المخفض الجوي حتى مسالهم بشكل ضعيف على شكل أجواء غائمة جزئيا ومشمسة على فترات ربيعية مع فرص زخات مطرين على المناطق الساحلية مخفض جوي ضعيف جديد من المتوقع يؤثر على المنطقة أيام الجمعة والسبت وتكون تأثيراته طفيفة ومتوسطة تكون عالية على المناطق الساحلية من وقت إلى آخر بناء على هذا التحليل يتوزع ضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون تقصي اليوم الخميس مشمسا إلى غائم جزئيا وغائم على فترات هناك فرص لزخات مطرين متفرقة على المناطق الداخلية والساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية على أن تبقى الأجواء غائمة جزئيا على باقي المناطق تسجل درجات الحرارة 18 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 7 درجات مئوية وتبقى الرياح غربية نشطة نسبيا عند 25 كم في الساعة أجواء الجمعة بإذن الله تعالى ستكون غائمة إلى غائمة جزئية خلال الصباح تتحول إلى غائمة ماطرة خلال فترات العصر وذلك على المناطق الساحلية تمتد هذه الهطولات نطرية وفرصها باتجاه المناطق الداخلية والجزيرة وأجزاء من الوسط والجنوب من وقت إلى آخر وخاصة خلال ساعات ليل الجمعة السبت تنخفض درجات الحرارة التي تسجل 17 درجات مئوية نهارا تصل ليلا إلى 6 درجات مئوية تبقى الرياح غربية نشطة نسبيا عند 20 كم في الساعة أجواء السبت بإذن الله تعالى أيضا غائمة جزئيا مع فرص أمطار متفرقة تنخفض درجات الحرارة لتسجل 15 درجات مئوية نهارا تصل ليلا إلى 6 درجات مئوية وتبقى الرياح غربية نشطة نسبيا عند 20 كم في الساعة في التوقعات متوسطة وبعيد ما نتوقع بإذن الله تعالى أنه اعتبارا من الساعات الاثنين تندفع كتل هوايات دافئة باتجاه المنطقة لتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع ويميل التقص للاستقرار بشكل واضح وصريح بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق بتطورات الحالة الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة